صباح الفل. اغلب الشباب واغلب الناس اللي بتشتري العربيات بيسمعوا كلمة وتورك كتير قوي. بس في ناس كتيرة مش عارفة ايه الفرق. ومش عارفة هل ده بيأثر على ده وهل الهم اللي تنجي يشتغلوا مع بعض ولا ايه الفرق ما بينهم بالزبط. النهاردة هقول لك ايه الفرق. تعالوا بقى نمسك الفرق ما بين والتورك. تعالوا نبدأ بالتورك. التورك بالعربي هو العزم بتاع الدوراء. تعالوا بسطها لكم. حديكم مثال بسيط. دلوقتي العزم ده معناه ايه? هي القوة معينة اللي بتأثر على جسم او او جسم ثابت على تحريكه بطريقة دائرية. ديكم مثال بسيط. عندي العلبة دي. افك الغطى بتاعها. فحعمل ايه? حول اعمل حرقة دائرية قوة دائرية ان انا افك الغطى. دي كده ببساطة. المعادلة بتاعت العزم هي ايه? العزم بيساوي. تورك بيساوي. في فورس او بالعربي مسافة في قوة. هديكم مثال. عندي المصمر ده. المصمر ده انا عايز افكه هو مربوط في حاجة عايز افكه. فانا جيت بصمولة كده وحولت افكه كده. كان صعب ايه. هنا العزم يساوي ايه بقى? قوة ايه دي مسلا لو ديناها مسلا قلنا خمسين. قوة ايدي دي مضروبة في ايه? في مسافة صفر. فالعزم هنا صفر. نفس المثال لو جبت مفك بقى هنا دلوقتي وحاولت ان انا افك المصمر ده. فكده عندي مسافة وعندي فورس او عندي قوة. فلو قوتي خمسين والدراع ده طوله مثلا اتنين. فانا كده هضرب خمسين في اتنين فهيبقى عندي العزم مية. يبقى العزم هنا مية. فبقى عندي عزم. طيب. العزم بقى في العربيات. العزم في العربيات هو القوة المؤسرة او القوة المباشرة على عمود الكارنك. عمود الكارنك ده بيكون بواصل بشوية استوانات وبساتم بدي تقدر انه يحرقوا بطريقة دائرية. معنا كده لو انت عايز تزود العزم. تعمل ايه? المعادلة بتقول مسافة وقوة. يبقى لا اما تطول المسافة او تطول من شوية زي ما بتقولكوه. مسافة اللي انا هشد بيها او اللي انا هعربط بيها اعفوك بيها. او ان انت تزود القوة. طيب العربيات الكبيرة بتحتاج عزم ولا هورس باور. العربيات الكبيرة مسلا زي الهامر اتش وان. لو بصينا على هورس باور بتاعها هنلاقي ان هو ميتين هورس باور. بس لو بصينا على التورك هنلاقي ان هو بيوصل لحد ستمائة نيوتر ميتر تورك. نسيت اقول لكم ان التورك بيتقاس بالنيوتر ميتر تورك. ودي القوة القياسية بتاعته. معنا كده ان انا لو زودت العزم يبقى ان انا قدر كده استحمل وزن او اشد وزن او اسحب وزن اكبر بكتير. عشان كده اديتكم المسال بتاع ايه? العربات العالية. اما ممكن يبقى عندي تناسك ما بين العزم والهورس باور. ممكن ده يبقى تناسك مع ده. تعالوا بقى اديكم مثال على العربيات. عندي عربية ميتين وتلاتين هورس باور. وعندي عربية تانية مية واربعين هورس باور. لما خدناهم تجربة مع العلم. ان الاتنين نفس الوزن. لما خدناهم تجربة لانها ان العربيتين جابوا من سفر المية في ثمان سواني. طب ازاي? لما جينا راجعنا على 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 التورك لقينا ان التورك في العربية المية واربعين هورس باور. اللي هي اقل في الهورس باور. لانه هو تلتمائة وعشرين نيوتن ميتر تورك عند عدد لفات ايه بقى? الف وخمسمائة. تعالوا فاهمكم الحتة دي. الحتة دي بتقولك ان انا عندي تلتمائة وعشرين نيوتن ميتر تورك هتتحقق عند الف وخمسمائة لفة. معانا كده ان هي بتجيبها في صغية. هتحقق لك العزب في عدد دوران للمحرك صغية. فدي ميزة. اما العربية التانية هي قلنا ان هي ميتين وتلاتين هورس باور. تمام? اللي هي بتجيب تورك دي بقى تلتمائة نيوتن ميتر تورك عند اربعة تلاف لفة. شايفين عشان تجيب تورك عملت ايه? الماكسلوم تورك جابت في اربعة تلاف لفة. عشان كده ده اللي ميزة العربية للمائة واربعين هورس باور قال. بس بتورك كبير عند عدد لفات قليل قدر ان هو يوصلها مع العربية الميتين وتلاتين هورس باور في نفس الوقت. ده كده ببساطة العزب. طيب. تعالوا بقى نتنقل للمصطلح التاني. وهو الهورس باور. او القوة الحصانية. القوة الحصانية دي بحتاجها ان انا بقدر ان انا احرك العربية. على سرعات اعلى. على سرعات بقى كبيرة. بعد طلوع من السبات. طلوع مين اللي بيطلعني من السبات اتفقنا ان هو العزب. مين بعد كده اللي بيوصلني او بيوصلني الاقصى سرعة? هو الهورس باور. قوة الحصان او المصطلح بتاع الحصان ده طلع ان تطلع في القرن التمنتاشر على ايد المهندس الهولندي جيمز وات. هو اللي زي اخترع مسلا ايه زي ما بنقول اللي مسلا عن قيس المسافة مسلا بالكيلو متر هو قال لك لأنا احييز بقى القوة بتاعة المطور بالحصان. اديكم بقى مثال على حاجة. لو انت دلوقتي كل ما زاد الحصان لما زاد الاداء. كل ما زاد استهلاك البنزين. فمسلا عندك بقى عربية يستركب عربية خمسمائة هورس باور. فعمل حسابك ان انت تأكل وتشرب الحصانة دي. اقلوا بقى اديكم مثال في الاخر خالص عشان نتقرر ما بين الاتنين. عزب والهورس باور. عندي اول عربية 150 حصان. بتحقق المية وخمسين حصان دول عند عدد لفات 6000 اللي هم 6 اربية. والتورك بتاحها 190 نيوترميتر تورك عند 3500 لفة. العربية التانية 160 هورس باور عند عدد لفات 8000 لفة. والتورك بتاحها 150 نيوترميتر تورك عند 6000 لفة. كده العربية الاولة تقدر تطلع من العربية التانية في الاول. ليه? عشان عندي تورك عالي عند عدد لفات قليل. بس العربية التانية هتقدر تجيبها بعد مسافة كبيرة عشان عندها عالي عند عدد لفات اكبر. وكده دي تبقى مقارنة بسيطة ما بين والتورك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسابسكرايب للشانيل بتاع توكيل توكل وسلام.